اهلا بكم اطلق المئات من الفلسطينيين في قطاع غزة نداء استغاثة بعد تضفق مياه السدود التي فتحتها القوات الإسرائيلية باتجاه قطاع غزة وحضر الفلسطينيون من وقوع كارثة إنسانية وتضرر البنية التحتية جراء غرق عشرات المنازل وأراضي زراعية جنوب القطاع وعلنت مصادر طبية فلسطينية تشجيل حالة وفاء على الأقل في مدينة دير البلح وجرحى نتيجة سقوط الأمطار المتواصلة التي تسببت بانهيارات في أسقف عدة منازل كما أعلنت بلدية قطاع غزة عن حالة الطوارئ لمواجهة المنخفض الجوية الذي حمل معه أمطار غزيرة وسيول جارفة وتام الفلسطينيون الاحتلال الإسرائيلي بتعمد فتح السدود كل فصل شتاء لإلحاق الضرر بمنازل الفلسطينيين ومزارعهم وقالت مصادر محلية إن فتح السدود تسبب في غرق منازل في أحياء عدة بمدينتي دير البلح وغزة ومناطق البريج والنصيرات وأيضا في مدينة خان يونس هكذا كان المشهد مع بدء المنخفض الجوي الذي ضرب قطاع غزة شوارع رئيسية ومنازل للمواطنين غرقت بشكل كامل بفعل كميات الأمطار الكبيرة التي تساقطت وما زاد المشكلة تدهورا هو فتح إسرائيل للسدود شرق دير البلح دون سابق إنذار الأمر الذي أوجد صعوبة كبيرة لدى البلديات والجهات المختصة في التعامل معه عملنا مع تقريبا ما يزيد عن سبعين مهمة من بداية المنخفض حتى هذه اللحظة لكن حقيقة ما حدث في منطقة دير البلح من ارتفاع لمنسوب المياه ومن تدفق كمية كبيرة من المياه نتيجة فتح السد سد وادي السلقة وادي المصدر في منطقة دير البلح محافظة الوسطى هو الذي يعني ضاعف المهمات التي جاءت أو كانت على عاطق طواقم الدفاع المدني خسائر كبيرة تكبدها السكان وفعل هذا المنخفض وتخشى البلديات استمرار إسرائيل بنفس السياسة وعدم مقدرتها على السيطرة على تبعات ما سيحدث ليلة صعبة كانت على مدينة دير البلح مواطنيها بلديتها حيث أن قوات الاحتل الإسرائيلي قامت بفتح السدود للمياه على مجرى ودي السلقة ومجرى ودي المصدر الأمر الذي أدى إلى تدفق كميات كبيرة من المياه بصورة غير متوقعة وغير معهودة وغير مألوفة يعاني قطاع غزة من بنية تحتية مهترئة ونقص كبير في المعدات وزادت الحروب الإسرائيلية من المشكلة سيما وأنها تتعمد استهدافها في كل تصعيد العائلات الفقيرة هي الأكثر تضررا بفعل المنخفضات الجوية وما تخلفه من آثار كارثية عليهم بات المطر يشكل ضيفا ثقيلا عليهم محمد الدعور الغد من شرقية دير البلح وسط قطاع غزة فلسطين ينضم إلينا ضيفنا من غزة محمود بصل الناطق باسم الدفاع المدني بغزة وأمجد الشهوى مدير الشبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة أبدأ معك سيد محمود لماذا تقدم إسرائيل سيد محمود على هذه الخطوة بفتح السدود؟ نعم حقيقة نصعد الله مساك ومساء المشاهدين جميعا حقيقة يعني منذ اللحظة الأولى لبدء هذا المنخفض تتعامل طواقم الدفاع المدني مع نداءات الاستغاثة التي تتلقاها من قبل السادة المواطنين في التعامل مع هذا المنخفض تعاملنا كدفاع مدني في قطاع غزة مع 79 مهمة منذ بداية هذا المنخفض حتى هذه اللحظة لكن حقيقة يعني الأمر الذي يعني أدى إلى عمل كبير جدا وشاق لطواقم الدفاع المدني في القطاع أثناء تأدية مهامهم هو فتح السد في منطقة وادي السلقة وادي المصدر من قبل الاحتلال الإسرائيلي طبعا هذا الأمر الذي يعني أدى إلى تلف لبعض المنازل في تلك المنطقة وتلف للمحاصيل في تلك المنطقة هذا الأمر طبعا كل منخفض كل عام يقوم الاحتلال الإسرائيلي بفتح هذه السدود من أجل إغراق تلك المناطق حقيقة هذا الأمر يعني أدى أيضا إلى حالة وفاة في قطاع غزة نتيجة ماس كهربائي لشاب في العشرينات من عمره في منطقة دير البلح طبعا طواقم الدفاع المدني في القطاع ما زالت متواجدة في الميدان حالة الجهوزية وحالة رفع مستوى الجهوزية في طواقم الدفاع المدني ما زال متواجد التعليمات وخلية الأزمة الموجودة بقيادة الأحداث والأزمات داخل القطاع ما زالت تتابع الأحداث وتتابع هذا المنخفض خصوصا أن هناك حديث عن ذروة لهذا المنخفض خلال الساعات القادمة وابقاء هذا المنخفض أو بقاء هذا المنخفض مستمرا لغاية يوم الثلاثة طواقمنا متواجدة لكن حقيقة بالنسبة للمعدات المتواجدة لدى طواقم الدفاع المدني لو توفرت المعدات الحقيقية والمعدات التخصصية في مجال التعامل مع مثل هذه الأحداث ومع مثل هذه المنخفضات أعتقد أن الخدمة التي ستقدم إلى السادة المواطنين ستكون أفضل ستكون جودة أفضل مما نقدمه نحن اليوم في قطاع غزة لكن هناك حقيقة منع إسرائيلي للمعدات التخصصية والمعدات والإمكانات التي تختص في مجال إغاثة المكلومين وإغاثة المواطنين في مجال المنخفضات الجوية وفي مجال أيضا عمليات الإنقاذ سيد أمجد هل ما تقوم بإسرائيل من أجل زيادة المعاناة على المواطنين في غزة؟ ما يحدث بالفعل هو في إطار الاعتداءات الإسرائيلية التي يقوم بالاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني والتي تسعى إلى تعميق الأزمة الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية التي عيشها شعبنا الفلسطيني منذ أكثر من 15 عام في ظل هذا الحصار وفي ظل هذا الواقع الإنساني الاقتصادي الاجتماعي الصعب يأتي الاحتلال الإسرائيلي اليوم ككل فصل الشتاء بفتح سدوده ليزيد المعاناة معاناة ولا يزيد الوجع أو جع هذه المشاهد التي نشاهدها اليوم تكررت في السابق وللأسف في ظل صمت المجتمع الدول اتجاه هذه الانتهاكات وهذه الاعتداءات التي يقوم بالاحتلال الإسرائيلي إذا الاحتلال لا يتردد في القيام بها مرة ومرات ونحن الآن في بداية فصل الشتاء وسيكون هناك أيضا مرة أخرى لفتح السدود هذه المناطق هي المناطق العدلية سيد أمجد كي نفهم الصورة هل هذه السدود هي لإيقاف أو تجميع مياه الأمطار؟ بالفعل الاحتلال الإسرائيلي يقوم بالاحتلال وما يفيد يتم صرفه على الجانب في تعغز كما صايد مائية وهناك لاجونز طبعا مجمعات مائية كبرى عندما تمتلئ يقوم بفتحها حتى لا يتضرر يقوم بفتحها بشكل غير مبرر باتجاه أراضينا وباتجاه بيوتنا ومنازلنا لتقتحم حياتنا بهذا الشكل وتهدد طبعا حياة الكثيرين كما ذكر زمينا في الدولة والجانب الفلسطيني في غزة لا يمتلك أماكن للتخزين بالفعل نحن لا نمتلك القدرة على التعامل مع هذا الحجم الكبير من المياه في ظل طبعا تساقط المياه شاهدناه خلال الساعات الماضية وأيضا قدرة على الاستعاب والقدرة على التعامل بمعنى التجهيزات والبلد التحتية في قطاع غزة كما يعمل من الجميع نحن لا أحد يكره وجود المياه نحن نطالب دوما بمصادرنا المائية التي يتحكم الاحتلال الإسرائيلي بها ويمنع وصولها لقطاع غزة ولكن ليس بهذه الطريقة التي يقوم الاحتلال الإسرائيلي بمهاجمة أراضينا الزراعية ومنازلنا وإغراقها بشكل تام وتهديد حياة أبناء شعبنا الفلسطيني بأطفاله ونسائه ومرضا هذه المياه دخلت البيوت وأغرقتها دخلت الأراضي الزراعية اليوم قطاع غزة حتى أراضي الزراعية منحصرة هي موجودة في المناطق الحدودية العازل غير المستطاع الوصول إليها فبالتالي الاحتلال دمر هذه الأراضي الزراعية واستمعنا لكثير بالقصص سنويا نقوم بزيارات هذه المناطق دو عود من أن يكون تدخل من كل الأطراف الدولية ولكن للأسف المشهد يتكرر والاحتلال يمعن في ارتكاب المزيد والمزيد بحق مزارعينا وأبناء شعبنا الفلسطيني هنا الجميع مطالب من أجل تقديم ما يمكن من مساعدة لهؤلاء المزارعين الذين ينتظرون فصل الشتاء على حرم الجمر من أجل سقة مزرعاتهم اليوم هذه المزرعات انتشلت واقتلعت ودمرت الأراضي وهناك حاجة ماسة لتقديم المساعدة وأنا ذهبت أكثر من مرة إلى هذه المناطق واستمعت إلى قصص كثيرة منهم عانت أنهم استدانوا من أجل زراعة هذه الأراضي هذه الأراضي هي جزء منها مستأجر جزء منها يقوم عليها مزارعين فقراء بسطاء استدانوا من أجل أن يقوموا بزراعة هذه الأرض يأتي الاحتلال بفتح هذه السنود لتدمير هذه الأراضي ومنع هؤلاء المزارعين من تنمية هذه المصادر التي يقومون عليها فبالتالي هناك تعميق وإمعان لتعميق الأزمة التي يعيشها ابناء شعب الفلسطين وحرمانهم من الوصول إلى مصادرهم الطبيعية وأيضا مصادر الغذاء التي تتقلص يوما بعد يوم نعم سيد محمود أعود إليك هل من معلومات عن حجم ما تم تصريفه أو كمية ما تم تصريفه من مياه حتى الآن سيد محمود أسمع كنت أسأل على هل من معلومات عن كمية المياه التي تم تصريفها إلى قطاع غزة أعتقد كميات تلمياء التي انهمرت من قبل الاحتلال الإسرائيلي على المناطق الشرقية من قطاع غزة في منطقة الوسطى هي كميات كبيرة حقيقة يعني حتى أنه طواقمنا منذ بداية فتح السد إلى غاية ساعات متأخرة من الليل وهي تعمل من أجل إنقاذ المواطني المتواجدين في تلك المنطقة كميات كبيرة دخلت المنازل عشرات من المنازل أغرقت في تلك المناطق مساحات كبيرة من الدنومات في تلك المناطق الزراعية أيضا أغرقت ووصل وارتفعت فيها منسوب المياه في تلك المناطق إلى يزيد عن 60 سانتي تقريبا في تلك المناطق هذا يدل على أن الكمية التي تم تصريفها من قبل خزنات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة ود السلقة والمصدر هي كميات كبيرة تم ضخها إلى قطاع غزة أدت إلى تلف في المحاصيل أدت إلى حالة وفاة في منطقة الوسطى أدت إلى حالات تلف في الأثاث للسادة المواطنين الحديث أيضا عن أن هذه المنطقة منطقة بسيطة جدا منطقة يعيش فيها المزارعين يعيش فيها الناس البسطاء الآن تتحدث عن تقريبا إخلاء لهذه المنازل نتيجة تلفها نتيجة تلف الأثاث فيها وهذا طبعا يشكل أزمة حقيقية على تلك العوائل وعلى تلك العائلات المتواجدة في تلك المناطق سيد أمجد الاتصالات مع الاحتلال الإسرائيلي ليست مقطوعة وهناك يمكن أن يتم الاتصال بشكل رسمي هل هناك اتصالات حول هذا الموضوع لبحثي لأنه يتكرر من الواضح كل عام نحن ما نقوم بهذه الاتصالات هناك جهات فلسطينية ودولية تقوم بهذه الاتصالات نحن وجهنا نداء لكل الجهات الدولية ومن أجل أن تقوم بتحمل مسؤولياتها للضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف انسياب هذه المياه من السدود باتجاه أراضينا والعمل باتجاه تنظيمها تنظيم دخولها إلى قطاع غزة وهناك كثير من الآليات التي يمكن تنظيمها وكان منفرض أن يكون بشكل مسبق الجميع يعلم نحن كما ذكرت على مدار سنوات طويلة ونحن نحذر من هذه السدود وعملية فتحها الغير مبرر وبهذه الطريقة باتجاه أراضينا وامتلكاتنا ومنازلنا الأمر الذي يجب أن يتحمل مسؤوليته المجتمع الدولي واليوم كما ذكر فقدنا حياة مواطن نأمل أن يكون هناك أي خسائر مستقبلا ولكن نحن أمام منخفض مستمر المطلوب اليوم أن يتكون هناك تحرك فوري من كل الأطراف الدولية وأيضا على السلطة الوطنية الفلسطينية أنا كنت أسأل عن دور السلطة هنا سيد أمجد نعم على السلطة الوطنية الفلسطينية أن تقوم بدورها باتجاه أن تقوم باتصالاتها مع كل الجهات من أجل ضمان تمتع ابناء شعبنا الفلسطيني بأمنهم على كافة المستويات هذا الواقع يجب أن لا يستمر أيضا لابد من الإشارة إلى طواقم الدفاع المدني والبلديات التي هنا كلها كل احترام وتقدير وعملت بشكل كبير جدا من أجل التخفيف منوطئة هذا المحدث خلال هذا المنخفض سواء من فتح السدود أو من خفض هناك حاجة لدعمهم بالمعدات والآليات وأيضا دعمهم مع كافة المستويات حتى يستطيع أن يقوموا بدورهم لإنقاذ حياة الناس والتخفيف من تدعيات هذا المنخفض الصعبة وفي ظل كما يعلم الجميع عملية أعمار تسير بشكل بطيء جدا بناء تحتية مهترئة مدمرة بشكل كبير جدا البنية التحتية هي قديمة جدا ومتهالكة ولم يكن هناك تعمير حقيقي لهذه البناء التحتية حتى تستوعب هذه المياه هذه المياه كما يعلم الجميع قطاع غزة يعاني عجزا مائيا كبيرا 97% من المياه قطاع غزة غير صالح للاستخدام الآدمي هناك عجز مائي كبير جدا هذه المياه يمكن استغلالها لو أنها بناء تحتية حقيقية للاستغلال هذه المياه التي تتساقط سواء من خلال المطر أو من خلال فتح هذه السيود ولكن للأسف البناء التحتية لا تخدم ولا تستطيع أن تساعدنا في هذا الأمر الأمر الذي يطلب الآن هو أنقاذ حياة الناس والتخفيفة دعاية هذا المخفض نعم سيد محمود ما هي نوعية الآلات أو المعدات التي تحتاجونها للتعامل مع مثل هذه الكوارث نعم عزيزي المعدات التي تختص في مجال العمل في مثل هذه الأحداث في مثل هذه المنخفضات هي معدات يمنع الاحتلال الإسرائيلي من إدخالها منذ فترة طويلة ومنذ زمن ناقشنا مع الصليب الأحمر مع الجهات الدولية مع الدول المانحة حول إدخال هذه المعدات لكن للأسف الشديد كلها دون جدوى هناك فيتو إسرائيلي على هذه المعدات التخصصية نتحدث عن مضخات لشفط هذه المياء المتواجدة أو التي تتكدس في مناطق داخل القطاع المناطق التي يرتفع فيها منسوب المياء بحاجة إلى مضخات ذات قطر واسع وقطر كبير حتى تكون هناك سرعة في شفط هذه المياء وإنقاذ المواطنين لكن حقيقة هناك منع من قبل الاحتلال الإسرائيلي على إدخال هذه المعدات حتى على مستوى المعدات الشخصية التي يحتاجها رجل الدفاع المدني ليقوم بواجباته على أكمل وجه هناك أيضا فيتو إسرائيلي من إدخال هذه المعدات يعني اليوم الحديث عن منخفض ربما نقول أنه كان تكدسه أو بشكل كبير كان في منطقة خانيونس ومنطقة الوسطى تخيل ماي عزيزي لو كان المنخفض شمل كل مناطق قطاع غزة الخمس محافظات أعتقد سيكون هذا عبئ كبير جدا على طواقم الدفاع المدني خصوصا في ظل نقص الإمكانيات ونقص هذه المعدات يعني نكاد نقول أننا سنكون أمام كارثة حقيقية في حال حدث مثل هذا وتخيل أيضا أن الاحتلال الإسرائيلي قام بفتح السدود الأخرى في منطقة قطاع غزة في منطقة الشمال أيضا نكون نحن حقيقة في واقع صعب وواقع مأساوي جدا لذلك نحن كدفاع مدني يعني ندعو كل المؤسسات الدولية وندعو كل الدول راعية السلام وندعو كل دول التي يعني تحافظ على الإنسان وتحافظ على الأنسانية والأم المتحدة والصليب الأحمر والجميع أن يتوقف عند مسؤولياته وأن يدعم ويتحدث مع الطرف الإسرائيلي بأن يعني يقوم بالسماح بإدخال هذه المعدات التخصصية لإدخالها إلى قطاع غزة حتى تقوم بعملها على أكمل وجه أيضا نهيك حقيقة عن أن قطاع غزة لم يتعرض فقط إلى قضية منخفضات جوية على القطاع بل نحن تعودنا على هذا الاحتلال الإسرائيلي بالحروب المستمرة على القطاع فلا قدر الله لو حدثت مواجهة مع هذا الاحتلال الإسرائيلي في القريب العاجل تخيل أن المعدات التخصصية لعمليات الإنقاذ والتعامل مع هذه الأحداث من قصف منازل من استهداف سيارات من استهداف بيوت متواجد فيها مواطنين سكان كيف سيكون الواقع في ظل عدم توفر هذه المعدات التخصصية التي من أجلها نقوم بتقديم الخدمة للسادة المواطنين ونقوم بتقديم خدمة ذات جودة عالية للسادة المواطنين طبعا تلقائيا في ظل عدم وجود هذه المعدات نتحدث عن حقيقة واقع صعب يعيش الدفاع المدني وهذا يؤثر على أيضا حياة وممتلكات المواطنين سيد أمجد ما دور المنظمات الأهلية أو المجتمعية ليس داخل قطاع غزة بل التي هي في الخارج التي يمكن أن تقدم المساعدة والمعونة يعني أولا منظمات المجتمع المدني هي موجودة في الميدان مع أهلنا وأسرنا منذ اللحظة الأولى منخفض من أجل تقديم كل أشكال المساعدة وتقييم القسائر والتقدم بمناشدات للمؤسسات المانحة من أجل توفير ما يمكن توفيره من مساعدات طارئة وعاجلة لمساعدة الأسر وبخاصة نتحدث عن أطفال ونساء ومرضى بيوت غرقت مزارع فقدت كل هذه الأمور منظماتنا الأهلية من خلال الفرق الميدانية التي تعمل جنبا إلى جنب مع الفرق البلديات الآن وهناك مطوعين أيضا يقومون بمساعدة وفي ذات الوقت العمل من أجل توجيه رسائل عاجلة كما فعلنا لمؤسسات الأمم المتحدة والجهات الدولية للضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف فتح هذه السدود باتجاه أراضينا ووجهنا مناشرة عاجلة لمنصق الأمم المتحدة لعملية السلام من أجل أن يقوم بدوره بوقف هذا الأمر وأيضا المعامل باتجاه الجهات المانحة لتوفير كل الأشكال المساعدة وفضح هذه الانتهاكات على كل المستويات وربطها بحقوق شعبنا الفلسطيني الثابتة ومطالبة بالحماية هذا الشكل من أشكال الاعتداء على شعبنا الفلسطيني ما حدث خلال الساعات الماضية وضمان عدم تكراره وهذا أمر أيضا بين أيدي الجهات الدولية حتى تضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذا الأمر وفي ذات الوقت نحن نتحدث عن تقارير صادمة مما شاهدنا وأيضا من الروايات التي نسمعها من مختلف الجهات ولكن لابد أيضا من إشارة العجز التمويري الكبير حتى في المساعدات الإنسانية لقطاع غزة هناك عجز الأكثر من 50% وللأسف هذا بتي أثر بشكل كبير جدا على قدرتنا على المساهمة في التخفيف من وطأة هذا الأمر ولكننا نبذل قصار جهدنا أسوأ بكل المؤسسات الوطنية للتخفيف من تدعيات هذا الأمر على أسرنا وعلى أهلنا في قطاع غزة نعم سيد محمود هل يتم إختار الجانب الرسمي في قطاع غزة بعملية فتح السد أو فتح السدود حقيقة نحن تفاجأنا من فتح السد يعني طواقمنا منذ بداية هذا المنخفض تعاملت مع إشارات الاستغاثة من قبل المواطنين وكانت حقيقة يعني هناك جودة تقدم لأستاذ المواطنين على مستوى طبعا الدفاع المدني ومستوى البلديات هناك كان يعني حقيقة كان هناك عمل دؤوب عمل مشترك بين كل المؤسسات الذات العلاقة في تقديم الخدمة لأستاذ المواطنين لكن تفاجأنا حقيقة في لحظة من اللحظات على دخول كمية كبيرة من المياه على مناطق منطقة دير البلح منطقة الوسطى من وادي السلقة ومن وادي المصدر لم نبلغ من قبل الاحتلال الإسرائيلي مع أن حلقة الوصل بين الدفاع المدني وبين الاحتلال الإسرائيلي والصليب الأحمر لم نبلغ لا من الصليب الأحمر ولا من غيره حول نية الاحتلال الإسرائيلي عن فتح هذه السدود وإدخالها إلى قطاع غزة وإدخال المياه إلى قطاع غزة بل تفاجأنا حقيقة من هذا الأمر وهذا الأمر طبعا أثر على أستاذ المواطنين أثر على منازل المواطنين أثر على البنية التحتية أثر على أيضا على الخدمة التي نقدمها نحن كدفاع مدني لأستاذ المواطنين عمل دؤوب قامت فيه طواقمنا من أجل الانتشال أو إخراج المواطنين من تلك المناطق عمل دؤوب وكبير جدا استغرق وقت طويل استغرق جهد كبير جدا حتى لدرجة أنه تم دعم جهاز الدفاع المدني في محافظة الوسطى بأفراد ومعدات من منطقة غزة من محافظة غزة حتى ننهي هذه الخطر الكبير الذي كان واقع على أستاذ المواطنين في تلك المنطقة سيد أمجد أخيرا هل تم حصر حجم الخسائر ولو بشكل مبدأي حتى الآن يعني هناك خسائر كبيرة جدا وكما ذكرت هناك طواقم بدأت من اللحظة الأولى في تقييم هذه الخسائر سواء من المزارعين أو المواطنين وتقديم خدمات ومساعدات عاجلة لهذه الأسر على الرغم من قلتها ولكن حاول التخفيف من مطأة هذه المعاناة التي يعيشونها سابقا ولاحقا نحن ما قبل حتى هذا الفيضان وهذه العاصفة كان هناك معاناة وهذا حدث عن عائلات فقيرة بالأساس أيضا المزارعين هناك مئات الدنومات التي غرقت واناك سيكون تأثير مباشر على واقع الأمن الغذائي في قطعة غزة بعد فقدان هذه الأراضي الزراعية لفصل طبعا وحصاد هذه المنتجات الزراعية سيكون لها تأثير بشكل أو بآخر على واقعنا الغذائي في قطعة غزة وطبعا نحذر من عملية فتح السنود في مناطق أخرى مما يدمر أيضا أراضي الزراعية أخرى وسيكون هناك لها خسائر ومردود خسائر اقتصادية كبيرة على القطاع الزراعي في قطعة غزة فبالتالي التدخل الفوري والعاجل هو مطلوب وهناك الكثير من الأليات التي يمكن استخدام الاحتلال الإسرائيلي في عدم فتح هذه السدود هناك طبعا فتح غير مبرر بأي شكل من الأشكال باتجاه قطعة غزة الأمر له طبعا نحن لسنا الخاصرة الضعيفة في هذا الأمر بما يتعلق بوزارعينا وأهلنا وأسرنا التي تعيش في هذه المناطق وتدفع الثمن مضاعفا اتجاه انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي سيد أمجل الشاوى مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة والسيد محمود بصل الناطق باسم الدفاع المدني بغزة شكرا لكم